مع الأسئلة وهذا كان نهضره على كتاب أول أنفاسي اللي أصدرته سنة 2019 واللي ضمنه صوص أغانيك أغاني الرب حكينا أكثر على هذا الكتاب وعليش سميته أول أنفاسي؟ كتاب أول أنفاسي هو كتاب يعني جمعت فيه كما قلت الأعمال الغنائية التاعي من البداية يعني اخترت أجمل الأعمال الغنائية كان فيه 200 صفحة تقريبا في الطبعة الجديدة تاعه ممكن سبب تسمية أول أنفاسي لأنه الكتاب الأول تاعي وبحكم أنه عندي ميولات كتابية وعندي رغبة أنه يجي وقت يعني يحب أني نالج أو ألج إلى ميدان الكتابة فكان بمثابة النفس الأول في هذا المجال ويليه أنفاس أخرى إن شاء الله هذا الكتاب يعني كان فيه علش جمعت فيه الأعمال الغنائية لأنه الرب اللغة العربية الفصحة يعني الشيء المميز فيه أنه قريب نوعا ما للكتابة الأدابية بحكم أنه هو أصلا تعريف الرب هو مزيج من الشعر والنثر والكلام مع الإيقع ما تكونش ضروري أنك تدير وزن معين ولا بحر كما البحور الشعرية كما البحور الشعر العربي وفي نفس الوقت عنده علاقة بالمجال الأدابي بحكم أنه بلغة فصيحة ما فيهاش مزج ما فيهاش ما تدخلش كلمات اخترت أصلا الأغاني اللي ما تدخلش فيها كلمات بالعامية مرات نديرها بالدرجة فهذا الشيء خلاني أني نقدر ندير هذا الكتاب وكان زاوية أخرى اللي شفت من خلال هالأمر أنه نحمل الأعمال الغنائية لأنه في فترة معينة كنت ما كنتش معروف بالإسم التاعي وحتى الصور التاعي ما كنتش نحطها كان اللي كانوا يحطوا الأغاني التاعي يديروها في قنواتهم بإسمهم وحقوا مشاهدات أعلى من من مشاهداتك لدرجة اللي ولو يتواصلوا معايا متابعين مثلا يقولوا لي ركس رقت أغنية على فلان وهذه مش بحكم أنه عنده أكثر مشاهدات طبعا لأنه المشاهدات هي الشيء المعترف به فكانت خطوة مليحة كان هذا سنة 2019 اليوم عنا في 2023 هل هناك إصدار جاي في الطريق عبدو طبعا 2019 درت النسخة الأولى وبعدت درت طبعة جديدة في المعرض الماضي المعرض الدولي الكتاب حاليا نرى نحضر الكتابة أيضا في المجال الأدابي ماشي في أغنية الراب كتابة الأدابية حبيت أندي الرواية ومشيت فيها خطوات للفترة الحالية ممكن إذا كتب ربي إن شاء الله المعرض المقبل تصدر رواية هذه بعيدة تماماً على المجال الراب مجال الراب في الفانتازيا فيها حاجة تخيلات إن شاء الله تكون في يعني رح تكون حاضر بها إلي كتب ربي إن شاء الله رح تكون حاضر بها في معرض كتاب الدولي إلي كملتها بإذن الله تكون حاضرها إن شاء الله نجيب لكم نسخة إن شاء الله إن شاء الله عبدو رح تكون نسخة إلكترونية إيه تكون نسخة لأنه باش نوزع منا نسخة ورقية لأماكن أخرى من غير الجزائر صعب نوعاً ما فحبيت ندير خطوة هذه نسخة إلكترونية باش تكون متاحة في كل مكان باش تكون نسخة إليكترونية